ما يوسده الاخرون يصلحه الاهلي مصدر السعادة بلا منازع هو مصدر الفرحة ليك حاليا فعلا النادي الاهلي بيجدد فرحتنا وبرجع لنا الفرحة من جديد بعد اللي فات واللي مش عايزين نتكلم فيه تاني دلوقتي حلقة جديدة من المشجع هنتكلم فيه عن مطش الاهلي والهلال السوداني اللي الاهلي قدر ان هو يكسب واحد صفر وقدر ان هو يصعد للأدوار الاقصائية وهيلاعب يا الترجي يا الوداد يا الرجاء لان طبعا كان معاه في مجموعته فمش هيكون موجود معاه في القرعة فدول الثلاث فرق اللي الاهلي هيلعبهم بناء على القرعة الناس كتير هتتكلم عن المطش المطش كان فيه سلبيات وسلبياته اكتر من ايجابياته المطش ما كانش حلو او ممتع بالنسبة لنا غير في اخر ربع ساعة غير كده شوط اول استحواز بلا هدف لعيبة تقيلة اللعيبة زي ما بيقوله كده تحس ان هي متقيلة في الفطار اللعيبة تحرقاتها مسكة كورة انت مستحوز ولكن فيه بطء جديد جدا اغلبية اللعيبة النهاردة كان بيتلعب بطريقة محمد النيني استلم ورجع الكورة الورا استلم ورجع الكورة الورا حتى لما كانوا بيبقوا قاطعين الكورة في مناطق قطرة او مثلا الهيلة السودانية بيهجم واللعيبة بتقطع الكورة ويقدر يعمل الهجمة السريعة تلاقيه بيهدي رتم اللعب بشكل مش طبيعي بشكل دايق جدا تخيل ان انت شوط اول ملكش غير هجمة واحدة محقاقة الشوط التاني كان نفس الكلام بل بالعكس الهيلة السودانية كان ضغطق وكان رايح عليك ولكن اخر ربع ساعة وفعلا زي ما يكون وزي ما قال المعلق قليل البلوشي ان الدقيقة اربعة وسبعين زي ما يكون تكريم للشهدة رحمة الله عليهم وزي ما يكون الجون جيه في الوقت المناسب ولكن خليني اتكلم ان الاهلي كان بطيء في التحضير الاهلي ما كانش هو ده اللي احنا مستنيين وانت كنت تقدر تقصب اتنين وتلاتة واربعة لان انت بتلاعب فرقة خلينينا بمتفقين ان هي فنيا على البيض مش بالقوة اللي هي مقدرش اقولك ان الهيلة السودانية من الفرق اللي لا 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 خالص المريخ اصعب منه المريخ اصعب منه بكتير والمريخ بيلعب قرى عنه ولكن هما كانوا بيلعبوا بالحمية وبالروح وانتوا عارفين طبعا مين اللي بيصرف على الهلال السوداني ومين المسؤول عن تمويلهم والقصص بتاعتهم والاهلي والفتر المدلل والعيوات اللي كانوا بيعيطوه وعايزين نلعب بفار ويريدو كان اللي عبدالب بفار لان كان ليك دارب الجزاء صحيح حط عدد احمق عبقادر في شوط الاول ولكن تقضيها عن التحكيم الافريقي مش هنرمي ده على التحكيم انت كنت بطيق تحضيرك كان بطيق لعيبة كتير ما كانتش في احسن حالاتها قفشة السلية بيرسيتاو مش في افضل حالاته بالذات يعني مشتغلش في الاخر ولكن غير كده طبعا رحمد عبدالقادر انت بتتكلم الساحر الجديد ساحر الرجل بصراحة النهاردة بيعمل مطش عالمي بيعمل مطش عالمي هجوميا ودفاعيا بدنيا فانقاوي واقف على رجله وشفته في الاتحامات كتير جدا في شوط التاني بيرجع يقطع القورة وفي قوة وده دليل ان الرجل ده شغال على نفسه النجم النهاردة النجم النهاردة جمهور النادي الاهلي النجم النهاردة جمهور النادي الاهلي هو نجم اللقاء بلا منازع هو النجم رقم واحد خمس تلاف كانوا بمقام تمانين الف صوتهم كان بيحرق الملعب كله صوتهم كان وصل لنا النهاردة هم كانوا نجم اللقاء الاوحد بلا منازع بعيد بقى عن المحللين وعن مش عارف مين هو ده الجمهور وهو ده اللي احنا محتاجينه في مطشة الاهلي وبعيدة عن كل القصص اللي دايرة اليومين دول من ان احنا عاديين نقل العدد محترفين ومن ان احنا عاديين نعمل مش عارف مين وزي ما يكون في خطة كده ان انا اوقف او عرقل مصرية النادي الاهلي هنتكلم في القصة دي في فيديو تاني او في حلقة تانية عشان ما خدش من وقتك او ما دكلكوش في القصة بعيدا عن قصة المطش يبقى خلينا متفقين ان الجمهور هو النجم خلينا متفقين ان حسيني الشاحات النهاردة عمل لقطة وهي من اهم اللقطات القروية لأي لعيب كورا حسيني الشاحات بيمزق وكلنا بنانتقده بقى انا فترة وهو مش في مستواه بقى انا فترة وانتقاط في محله الراجل النهاردة بيجيب جون ما بيرحش للجمهور ويقول ده انا والحركات اللي احنا عارفنا من اي لعيب الراجل بيسقف للجمهور وبيقول لهم انتو فوق راسي انتو فوق راسي وده اكبر دليل ان ده لعيب اهلاوي صميم اهلاوي من قلبه لعيب لما الجمهور بينتقده بيشتغل على نفسه بيحاول يطور من نفسه بيحاول يوصل لأقصى فرمة ممكنة عشان يكون موجود مع الفريق ويغضي من نادي الاهلي كاهلاوي قبل ما يكون لاعب في النادي الاهلي تفرق الراجل مش فكرة ان انا عايز العب انا بلعب في النادي الاهلي يا درجل محترف الدنيا مش مش ياخو بعض ولا لا لا خالص ده راجل اهلاوي هتقول لي هل ده مهم انه يقول لا طبعا ما احنا بننتقده لما بيكون مش قدها لكن لما يعمل موقف يحسب لي لازم نذكره لازم نقول النهية دي بقى بدل ما تشتكي من القادة على الدك بدل ما مش عارف ايه اشتغل على نفسك لما تنزل وانت مركز لما تنزل وانت عامل حاجة اعتقد ان انت تروح تقول للجمهور ان انت رقم واحد وان انت المسؤول عن ان انا اطلع لقدام ده اكبر دليل ان اللعيبة دي لعيبة بتحترم التشيرت اللي هي لابسها وبتحترم جماهيرها قبل اي شيء ودي من اهم نقط المطش اللي لازم نبقى واخديم بالنا منها واخديم بالنا من بعض التفاصيل دي نفس الكلام شوف احتفال احمد عبدالقادر مع الجمهور عامل ازاي والروحه عامل ازاي لعيب معجون كورة لعيب ساحر لعيب الفترة اللي جاية هنشوف قصة ورواية وحكاية السلبيات انا عارف انها كتير وزي ما قلنا الاهلي بطيق جدا تحضيري الهجم بطيق ولكن انت كنت محتاج تعدي كنت محتاج تعدي توصل دور المجموعات وكل حاجة بعد كده الحسابات بقى بتتغير ويبدأ بقى موسماني اشتغل الشغل بتاع ان انت بتقعد تفنط الفرقة وانخلص القصة دي اهم حاجة انا ساعدت من المجموعات ايا كان الاداء ما كانش افضل حاجة ترتيب التاني وده برضو مش عادي الناس تقلق منه سنة اللي فاتت احنا كنا التاني سنة اللي قابليها احنا كنا برضو التاني وفي السنتين الحمد لله ربنا قرمنا وكنا اصحاب البطولة وقدنا نحقق التسعة والعشرة فمش عايزكوا تبقوا قلقانين بيحصل ضربات في المجموعات انا اهم حاجة في المجموعات عندي ان انا احصل النقط اللي تخليني اسعد وده حصل ومن حقك تفرح بده اللي جاي محتاج شغل اللي جاي محتاج شغل من موسماني ومن الجهاز ومن اللعيبة تكون رجالة ويكون قد المسئولية وما عنديش شك في ده ما عنديش شك في ده ان شاء الله باذن الله هتلاقي لعيبة رجالة وهتلاقي جهاز فني قد المسئولية وان شاء الله باذن الله التالتة هكون من نصبنا لان هو زي ما بقولك اللعيبة دي لازم هيبقى وصل لها ان هي بتلعب عشان تقصر رقمها اللعيبة دي بتنافس نفسها ما حدش بينفسها ولا هي بتنافس حد اللعيبة دي بتنافس نفسها بينفس نفسه ان يكون قدر يحقق تلت بطولات افريقيا متتالية وصل الكاس العامل الاندية تلت مرات متتالية اعتقد ان ده انجاز تاريخي للجيل ده اعتقد ان هم محتاجين يشتغلوا عليه وخلينا اقول ان انا مش عايز قدي مبررات زي ما قلنا ان في سلبيات وفي بط وفي لعبة كتير خلينا برضو نقول ان في ايجاد وفي ضغط وفي لعبة نفسيا رجع بعد حوار المنتخب مش في احسن حالتها النفسية برضو فكرة ان اللعيد يكون متحمل مسئولية الوصول لكاس العالم ويرجع بخيبة الامل دي نفسيا بطبقى مأثرة عليه ومأثرة على معنوياته بعيدة عن البدني والمجهود البدني اللي حصل في مطشين السنغال للعيبة زي عمر السلية لعيب زي ياسر ابراهيم طبعا الشناوي قد ترقى في خيره ولكن خلينا نقول في المجمل الحمد لله ان احنا قدرنا ناخد التلاتة بنت والحمد لله ان احنا قدرنا نصعد وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله بازن الله الاهلي يكون بشكل افضل واللعيبة يكون بفرمة افضل علي معلول كمان عليه التعب اخر المطش نتيجة ان هو طبعا كان مع منتخبه في تونس خليني بس عندي استفسار بسيط وشيء غريب جدا انا بس عايز اسأله في الاخوة او حبايبنا يعني بيطلعوا دايما يشتكوا من ان الاهلي بيتأجلهم طوشة وان الاهلي هو اللي بيبوز الدهوري وان الاهلي هو اللي بيبوز المنظومة لك انت تتخيل يا مؤمن ان الاهلي بيلعب النهاردة وعنده يوم الحد وعنده مطش في الدوري يوم الاربع مع الاتحاد ولك انت تتخيل يا مؤمن ان زمالك لعب يوم الجمعة في مطش تحصيل حاصل وعنده مطش يوم الاربع مع بيرومنز فهل من المنطقي ان انا ما كانش ينفع اقدم اخر مطش الاهلي يوم بدل ما تبقى الاربع تبقى الخميس فبقديته على الاقل ثلاثة ايام فالاهلي كده في خلال يومين يعني الاهلي هيلعب يومين وبيلعب المطش بتاع الاتحاد فانت متخيل انت بتعمل ايه في الاهلي والزمالك اللي خرج من افريقيا وما عندهش اي ضغوطات انت لعب الجمعة وريح سبت حد اتنين تلات وهيلعب اليوم الخامس يعني ريح اربع تيام الاهلي هيريح اتنين تلات هيلعب الاربع فاعتقد ان اللي بيحصل ده اكبر دليل على اللي احنا كنا بنقوله فكك من دور المظلومية وشوف الحقيقة اللي بتحصل شوف الحقيقة اللي بتحصل وشوف اللي بيحصل في الاهلي وشوف اللي عايدين يعملوه لستة في الاهلي في قصة المحترفين والقصة اللي دايرة بتاعة كيروش وان احنا نقل العدد للمحترفين والقصة الحذينة اللي بياس عليها حزم امام الصغير الاسف الكبير بقى وهنتكلم في ده زي بقولت في حلقة تانية ولكن بس كنت حابة بقول الملحوظة دي لانها مهمة جدا للتاريخ مهمة جدا ان الناس تبقى وقفة على الحقيقة فين عشان لما يطلع حد يدلس الحقيقة تحط التواريخ دي في عينيه الحمد لله كسبنا والحمد لله ابتدينا ترجع لنا الفرحة تاني بعد النكد اللي احنا عشناها والقصص الغريبة اللي احنا بنسمحها طبعا انا بس عايز برضو اقول لكم تم تقديم ملف ووراق ومستنداتك ولكن يعني الكلام عشان يبقى واضح وصريح كبير اللي ممكن يحصل على الصنغال هي عقوبات مالية او وقف فكرة ان المطش تتعاد دي قصة وانتهت ونسبتها تكاد صفر في المية عشان محدش بس يبني امل على الكلام ده اللي هما بيحاولوا يهدوا به الناس وبعد كده لما يعني يطلع مفيش حاجة من الكلام ده يقول لك قصيحنا كنا يعني الاتحاد الفيفا ظلمتنا ومحدش وقف جنبنا والكلام اللي انتم عارفينه ده ويبقى هما ده المشكلة مش المشكلة في النفكيروش واقتيراته وسوء اداءه يعني مش عايزكم تاخدوا امل على مفيش الحمد لله الاهلي جعلنا الفرحة والاهلي مفيش غيره بيفرحنا الحمد لله ومبروك المكسب ومبروك الصعود وربنا يساهل في اللي جاي وان شاء الله تلت يقوم من نصبنا كل سنة لو تطيبين وتصبحوا على الف خير وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقة جديدة من المشجع سلام